السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله أحمد لكم وضعيات إدماجية مقترحة لفروض واختبارات الفصل الثالث لسنة الثانية متوسط نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح يفيدكم وتستفادوا إذن نبدأ وعلى بركة الله بسم الله سليم has a tooth ache سليم أو يعاني مصطر أنت درسته He is always painful هو دائما موجوع He can't eat or drink something cold ما يقدرش يأكل ولا يشرب حاجة بردة So I decided to give him some advice إذن قررت أني نعطي له بعض النصائح He shouldn't eat sweets and chocolate ما لازمش عليه يأكل حلوات وشيكولة He should brush his teeth three times a day لازم عليه يخصل أسنانه ثلاث مرات في اليوم And he must visit a dentist for a check ولازم عليه يزور طبيب الأسنان للفحص إذن هنا دائما تذكروا للمرض والسبب واتذكروا وش لازم يدير وش ما لازمش يدير ذلك الشخص باستعمال should و shouldn't و must و mustn't أيضا نشوفوا الآن الوضعية الثانية الوضعية الأولى شفنا سليم الآن رحي نشوفوا سلما سلما is too fat She is suffering from obesity سلما سمنة بزاف رحي تعاني من السمنة She should eat fruits and vegetables لازم عليها تأكل الخضر والفواكه And she should drink a lot of water لازم عليها تشرب الماء بزاف She must practice sports and walking لازم عليها تمارس الرياضة والمشي She must visit a dietician too ولازم عليها تزور طبيب مختص في التغذية باش يدير لها حمية أيضا هنا استعملنا must و should هنا للإجباريات الحاجات اللي لازم على الشخص إديرهم نشوفوا الآن الوضعية الثالثة والأخيرة اللي هي عن مرض السكري My mother is suffering from diabetes أمي تعاني من السكري She should visit a doctor لازم عليها تزور طبيب She must stop eating sugaries لازم عليها توقف تناول الحلويات And she has to take her medications And goes on diet ولازم عليها تأخذ الأدوية انتحة وتدير حمية غذائية هنا diet هو الرجيم إذن أمي تعاني من السكري لازم عليها تشوف طبيب ولازم عليها تحبس أكل السكريات ولازم عليها تأخذ الأدوية انتحة وتدير حمية غذائية إذن هذو ثلاث وضعيات مقترحين نتمنى إن شاء الله لفيديو البسيط مع الشرح يكون فاتكم واستفدتوا نتلقوا في مواضيع أخرى إن شاء الله رب يوفقكم وينجحكم يا رب ترجمة نانسي قنقر